الله معكم وردت معلومات عم بتقول انه وات اوكرانية عم بتهجم اه المعابة رومبي فيريكوفكا بمنطط بلجراد المحاذي لمنطط خركاف باوكرانيا طبعا لم يتم تأكيد المعلومات بعد ولكن بعد عم بيحكي انه الهجوم عم بتقوم فيه كاتيبة اوكرانية بشكل كامل اه بدي دان منتظر لحتى نشوف اشو الوضع الان طبعا متلها بتعرفت لكم قبل الامور الالكترونية الحرب الالكترونية كتير شغالة فالي ذلك منكم عم يكون في بس لشائعات ممكن يكون فعلا فيه هجوم اه المنطط يوم مش يعني منو غريب عنا الهجوم يعني صاره هجوم مانو مش مستغرب فلذلك اه بننتظر معلومات وبهالوقت راح اقلكم ان تم استهداف الداخل الروسي منذ متصف الليل حتى الصباح تم استهداف الداخل الروسي بتيشانكا بليونوفكا بشباكينو بماسلوفا بريستان بمنطط ششتينوفكا بمنطط ايضا بمناطط كوزينكا وغريفورون ايضا تم استهداف منطط الدرونوفكا ايضا كان في استهدافات بمحافظات الموقعات الاخرى بكورسكا وبريانسك بيتتكينو اه بنوفايا بغوتش ايضا بلومكوفكا وبروفنيتشي وكاربوفيتشي وسوشاني وشيروفيشي اه طبعا الاستهدافات كانت كثيفة جدا كثيرة جدا مسيارات او اصف من الوقات البرية المتواجدة على الحدود الاوكرانية بالاصف متل ما عم بتشوفوا هو شامل معلمهم باللون الاحمر للاشارات متل ما عم بتشوفوا من اول نقطة من بلغوراد من حدود الروسية حتى اخر نقطة بالحدود الروسية بتشيرنياف هون بريانسك ملاصقة لبيلاروسيا على طول الخط عم بيشتغل الاوكران عم بيصف الكرة الحدودية الروسية اه طبعا بعدها كان في اضرار البعض اصقطت بعض مسيارات اصقطتها اللوات بدفاع الجو الروسي اه ما عم بيملوا ما عم بيوقفوا وقصف طبعا في شغل يحب احكيها هون بخصوص المحور سواء قتلكم بالامس انه القوات الاوكرانية عم بتجرب تشتغل اكتر فاكتر عن محور هون والمنطقة اه قتلكم عم بيجربوا يهاجموا او بمكان ما يضغطوا على القوات هنا عم بيجروا من مربع هون يضغطوا بعدة اتجاهات سواء على المنطقة هون او على المنطقة هون متل ما عم بتشوفوا او باتجاه شباكينو بالمنطقة هون فلذلك قادرين انضغطوا بعدة اتجاهات تلكم استقدموا قوات اللواء سوارين متفاعية واللواء خمسة وخمسين وطبعا عندهم فرقة هون خاصة بالفرقة الصاروخية اللواء سوار عشرين صاروخة قوات صاروخية اه ايضا في اللواء اربعين اذا كانت متفاعية فلذلك سببوا تلكم ايضا انه اه ممكن 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 بدون يهجموا باتجاه الاراضي الروسية بحكم عندهم عتاد وعندهم عديد وممكن يقدروا يخترقوا وممكن يكون هدفهم بس بالمنطقة هون بهال محورهم بالملاسك بروسيا ممكن يكون هدفا خلق حزام امان ويشغل الروس لا يقدروا يسحبوا الروس احتياطات من بقية المناطق باتجاه المنطقة هون يمكن يكون الهدف هو بخلق مناطق بهيدا الاتجاه اه تصير كله تحت السيطرة الاوكرانية لان هون اتلكم في نهر فاكتر من هيك ما نح يقدروا يعبر القوات الاوكرانية الا ازا كانوا مصرين على هجوم كبير وضخم اه ممكن اتلكم بجعب اكده هيدا الهجوم وهيدي الحركة كلها للروس يسحبوا قوات من بقية الجبهات ويجيبوها على الجبهة هون فلذلك الحرب خدعة بنانضلم رأبين شو ممكن يصير بين نفس المحور ولكن بموضوع اخر وهو التقدم الروسية بمنطقة طبعا اللوات الروسية عم بتجرب تتقدم بعدة اتجاهات متل ما شفنا بارح سيطروا على المنطقة هون اه متل ما قلنا اه عم بيجرب يتقدموا باتجاه سنكيفكا اكتر فا اكتر ميحور كوبيانسك كتير مهمة عم بيجرب يتقدموا باتجاه سنكيفكا وايضا باتجاه الضواحي هون ولكن بداية عليهم اه بما انهم في الدفاع اوكراني هيك ودفاع اوكراني هيك عليهم يخترقوا المنطقة هون ليقدر يحموا قواته المتجاعة عبر الغابات اه الى كوبيانسك لان تدر تحرك الوات بشكل اسهل فاسهل المعركة كمانا سهلة ابدا القوات الاوكرانية محصنة منيح في كتير حشود عسكرية هون اوكرانية بالمنطقة فمننضل نتبعين شو ممكن يصير ايضا بنفس المحور لكن باتجاه اخر كان وردة معلومات كان وردة الروسية شنة هجوم من الدفوريشني باتجاه دفوريشنا لاول مرة تلكن هون في جسر وحيد بيربط باناتا ولكن ايضا اذا كاتركم بفيديوهات سابقة لهك دايما مش هدد احتروا كل الفيديوهات اذا امكان انه عملوا هون سابقا ما جسر فلذلك صار في قوات روسية على الطرف الاخر شو ممكن يفكروا الروس يعملوا متل ما انه ممكن اه ينشقوا اه جسر بالمنطقة هون ممكن يعملوا جسد يعبروا فيه بالمنطقة هون وتتجاه القوات الاوكرانية الروسية من هيدا الاتجاه ومن هيدا الاتجاه ويجربوا يطوقوا دفوريشنا يعني يجربوا يقطعوا الخط على دفوريشنا من عدة اتجاهات يأما لحتى تنسح بالقوات الاوكرانية من المنطقة يأما ينقضى عليها هيك عم ممكن يفكر الروس لحتى يخلقوا منطة امان يعني في حال خلوا قدروا خلوا منطة اماني قدرواصل لدفوريشنا، رح يدروا يضغطوا على المنطقة هون المتواجدة فيها اللي حكينا عنه المربع الاوكراني يعني انهم في مربع الاوكراني. اذا قدروا من دفوريشنا يضغطوا بهذا الاتجاه وقدروا يعملوا ايضا اتجاهات عن هذه الاتجاه ممكن يدفعوا مربع الروسي اللي متواجد فيه القلوي ولطع العسكري بعيدة عن الحدود الروسية والتالي امنوا حدودا. هذا بخصوص المنطقة هون اللي متركز فيها القوات الاوكرانية. ممكن شو ممكن ايضا ممكن يعمل القوات الروسية ممكن يتجهوا من السيطرة من دفوريشنا يتجه على منوحها الاخر. يعني في حال سيطروا على ممكن تتجه القوات الروسية بهيدا الاتجاه الى وتضغط عليها بالتوازي مع هجوم من هيدا الاتجاه. ايضا مفروض هذا الخط الانداد ينقطع يعني لحتى يقدروا آآ يقطعوا الاندادات قد ما فيهم متل شايفين في عدة خطوط امدادات بتجي على آآ اللي من خاركيف ومن آآ بقيت محور سفاتوفو ومن محور ليمن فلذلك عليهم مبدئيا يقطعوا خطوط الانداد اللي قادرين عليها وهي هيدا الخط من دفوريشنا وهيدا الخط من سينكيبكا ومناطق اللي هوني آآ فيها معارك آآ لذلك الامر منو سهل ما راح يكون ابدا سهل على الروس راح نشوف معارك قوي بنفس الوقت الاوكرانية حيجرب يشتغل كمان ويهاجم بالمنطقة. آآ بعض ذكر لي شغلات انو مسلا ليش مسلا عم بارض مسلا تم تدمير هون قتل هون آآ شو الهدف من ذكرت بعض الدربات هلا احيان بدور احكي شو عمل الروس ضربات احيان بدور احكي شو عمل الاوكران ضربات ولكن في شغلي كتير مهمة حكيت كون انتشرت قوات اخمات الوحدات واغنر قدت لكم آآ ايضا انتشرت بلوهانسك عم تلتاح وايضا قدت لكم تم نقل قسم منه حسب معلومات الا زاب روجي وايضا في قسم جاهز للتدخل في حال صار الوضع خطير على الحدود الشمالية آآ مع اوكراني آآ مع روسية في حال احتاجت القوات الروسية دعم ولكن ايضا هيكون بظن بتوقع هيكون في شغل لقوات واغنر بمنطقة اف وبمنطقة سيفيرسك وقطاع ليمن بمنطقة سيفيرسك يعني هون متل ما عم بتشوفوا وقطاع ليمن هين هون يعني هلأ شو الهدف انه في ضغط كتير من بلوريفكا من القوات آآ اخمات بضافة عن قوات الجيش الروسي عم بيضغطوا بعدة انتجاهات ومن الغابات ايضا بنفس الوقت عم بيصير ضربات على مستودعات الالويه هون كان في ضربة على مستودع على اللواء مئة وخمس وعشرين وايضا في ضربات على اللواء واحدة اثمائنين بالمنطقة هون بسيفيرسك القوات اللي هون بلوريفكا منها كمتعبة فلذلك الروس عم بيجربوا يضربوا القوات اللي منتشرة بالمنطقة هون مع مستودعات الذخيرة لان توصل لما حرب ده كتبدل القوات ببعضها يعني هدا المقاتل الاوكراني هون ما في ضل عم بيقاتل بدك تناوب في تناوب بالقوات يعني بيروح قوات بيجي قوات فلذلك الروس عم بيجربوا يقطعوا الفراضية يجدوا على القوات اللي ممكن تيجي تعمل تناوب ينهكوا القوات اللي هون يشغلوها لحتى اه يصير القوات ببيلوريفكا الاوكراني متعبة جدا هيك بيقدروا يحاققوا نتيجة اسرع فاسرع فلذلك اه برجع بذكر واغنر رح تشتغل على محول سيفيرسك وليمن مبدئيا وافديكا واخمات رح تشتغل على بيلوريفكا ومارينكا بخصوص مارينكا طبعا متما تلكم عم بيحكوا نتيجة تحرير سمين بالمئة منها ايضا عفوا في شغل بسبيرنة بسبيرنة كان في تقدم سيطرة القوات على هي المنطقة الزهرية متل ما شايفين هون بيمارينكا ايضا بعد الامور المستتبة ربما صار في خدعة وهي انه القوات اخماتيشت عن المنطقة فديروا بيالكون يا اوكران والى اخره اه طبعا التقدم كان مستلمة محوار اوات دونياتك الشعبي لواء الخامس اه صار تقدم سيطرة على المنطقة هون بعدها مارينكا فيها معارك صعبة اه اي تفاصيل جديدة يعني هدك تقريبا كان كل شي بخصوص كل شي اه اي معارك اي تفاصيل جديدة رح نشرف فورا كل ما عليكم فعله هو تعبوا بقية التقارير تدعموا بلايك وتحطوا تعليق اذا في اي سؤال وطبع موضوع الدعم ادي لقنات كتير مهم هيدا الشغل هيدا الجهد كله عمو فيه بشكل فردي اه بتمنى يكون عمينيين اعجابكم وفكتكم حبتكم وتفاصيل الدعم موجودة بالديسكريبشن تبع الفيديو تحياتي لكم وإلى اللقاء